زبيد تحت خط النار المدينة الاثرية الشهيرة التي اضحت محط الانظار بعد وصول قوات العمالقة الى مشارف المديرية التي تحمل اسم المدينة المصادر العسكرية قالت ان الخطوة التالية بعد استكمال تحرير مديرية التحيطة هي مديرية زبيد التي تبعد عنها اكثر من عشرة كوليمترات حيث تمثل التحيطة نقطة انطلاق نحو الجراح وزبيد بهدف الضغط على الحوث الذي فشل في السعادة بعض المناطق المحررة في التحيطة تشير المصادر الى ان قوات العمالقة نجحت في قطع الخط الرابط بين التحيطة وزبيد والسيطرة على منطقة الجبيلة في خطوة عسكرية لمنع عمليات تسلل للحوثي على الساحل الغربي انتقال المعارك نحو زبيد جعل المدينة التاريخية مهددة بالدمار خصوصا وان ميليشيا الحوثي قامت وفق مصادر محلية بزرع ميات الالغام داخل مربعات واسوار المدينة وهو ما جعل الحكومة تدعو على لسان وزير حقوق الانسان محمد عسكر الامم المتحدة للضغط على الحوثيين للانسحاب من زبيد حفاظا على معالمها زبيد مدينة دائرية الشكل ادرجتها منظمة اليونسكو للثقافة ضمن قائمة التراث العالمي ويرجع بناؤها الى العام الهجري 204 وظلت مركزا اداريا وثقافيا للعديد من الدول وتقع جغرافيا على منتصف الطريق الساحلي للبحر الاحمر كما انها منطقة وسيطة بين محافظتي الحديدة وتعز مما يجعل تحريرها تأمينا للساحل الغربي وتشديدا للخناق على ميليشيا الحوثي ترجمة نانسي قنقر